السلام عليكم ورحمة الله. آآ فالفيديو ان شاء الله غدا نشرح لكم شرح غيكون مفصل سهل وشامل على الموقع الاول بومب الخاص فقط بالعقارات بالمغرب. وكيفاش تعرضو او تبيعو اي عقار خاص بكم على هاد الموقع وكذلك يمكن ليك من خلالو تشري منو اي عقار هو هاد الموقع هو شبيه آآ بموقع اضغطه ولكن آآ هاد الموقع هو خاص فقط بالعقارات. اذا قبل ما ندخلو في التفاصيل الى كانت لك هاده اول مشاهدة وما تنساش الدعم دينا بالضغط لزر الاشتراك ومتابع واللايك وتبارتجي هاد الفيديو مع الاصدقاء ديولك. وإلا كان عندك شي اآ تساؤل او اي حاجة بغد تسول على يمكن ليك تكتبها لينار في التعليقات. ان شاء الله غدا نحاول نجاوب عليها. وكذلك ان شاء الله آآ الشروحات المستقبلية على هاد آآ آآ الموقع. ربما هناك قدر نلقاوا بعض المشاكل على هاد الموقع. ان شاء الله غدا ندير عليها آآ فيديوهات. اذا غدا تلقاوا في صندوق الوصف اسفل من هاد آآ الفيديو. حد قائمة تشغيل خاصة فقط بهاد الموقع. وان شاء الله غنكملوك المسيرة ونحلوه جميع المشاكل. اذا آآ يمكن ليك تليشارجي هاد آآ التطبيق من متجر جوجل بلاي. غدا بشي غير المتجر جوجل بلاي. وتكتب هناك مبوب. مبوب على هاد الشكل هذا. اذا غايبان معنا على هاد الشكل هادا كيف ما كنتشوفو. اذا غدا تليشارجي. من بعد ما غدا تليشارجي. غد اللي فتح. وغد يعني الجميل في الموقع او في التطبيق انه كيدعم اللغة آآ العربية كيف ما غدا نشوفو دابة آآ حاليا. اذا هذه هي واجهة آآ التطبيق او ما آآ واجهة آآ الموقع. اذا آآ آآ غدا تكرك على ثلاثة شريطات. وغدا تزيل هناك العربية. في حالة ما اللي بغيتي آآ تبدل لغة التطبيق الى لغة اخرى. اذا انا غدا نخلي التطبيق فقط غير باللغة العربية. وبالنسبة الاشخاص اللي بغا آآ شاهدوا آآ الفيديو باللغة. اي اي لغة يعني فرنسية او انجليزية. آآ غد بشيل هاد الفيديو اللي كتشوف فيه. غد كليك على واحد آآ هاد العلام اللي كتشوفو هذا بحاليا. وغتبعنا معكم جميع الترجمات. اي ترجمة متواجدة في آآ العالم. اذا آآ حاليا دا بغدا خاصنا اللي بغينا ننشره آآ إعلان ضروري خاصنا نصابه واحد الحساب على هاد التطبيق او على هاد الموقع. اذا مباشرة نجيو لهاد البلاصة هادي او نكليكيو على هاد البلاصة. اذا احنا غن نجيو لهات ثلاثة الشريطات. ومن بعد غن نكليكيو على تسجيل الدخول من هاد البلاصة. اذا انا غن نكليكيو على انشاء حساب آآ جديد. وهنا غن ندخلو الاسم ديالنا يعني الاسم الكاميل وكيف ما هناك آآ يقولك آآ بان هاد نجمارة ضروري خاصك آآ آآ اي حاجة قدام النجماء ضروري خاص خاصة تعمر او تدخل المعلومات الدولة. اذا الاسم دياله هنا اياه هنا خاصك تدخل آآ البارد الالكتروني آآ 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 او ياهو او هوتمايل انا كنفضل جيميل. وهنا غن ندخل كلمة المرور وتعود كلمة المرور. ولكن كلمة المرور هنا بعض الاشخاص قدروا يبين معهم بعض المشاكل. اللي غتبين معكم هنا ياه في هاد آآ في هات الصورة هذي كيف ما كتشوفو. انت ضروري خاصك تدخل وحد آآ الحرف يكون كبير على الاقل. يعني ماجيسكيل. بقية متبغي تدخل المود باس. ضرور خاص يكون وحد حرف كبير. يعني ماجيسكيل. ما تدخلش آآ كلمة المرور كلها مينيسكيل. اذا غن ندخل هذه المعلومات. وغن ندخلو مباشرة كيف ما قدي تشوفو. دان السبيل المثال. احنا غد ندخلو اي اسم هنا يا. يعني ندخل اسم ديالك واسم ناسا كذلك. هنا غن ندخلو البارد الالكتروني. اذا من بعد ما دخلنا البارد الالكتروني غن ندخلو هنا كلمة السر. كما قلت لكم ضرور خاص يكون واحد الحرف اللي في البدية خاصه يكون آآ كبير ماجيسكيل. اذا ندخلو هذا الموتباس. من بعد ما دخلنا الموتباس نحن نعودوه بالتاعت. من بعد ما دخلنا الموتباس بالتاعت. ندخلو على هذا الخيار هذا. وغن ندخلو على سجيل. اذا كيف ما كنت تشوفو هنا يرى الاسم ديالنا. وعدنا هنا يقلو الى اه اه البلاسق. هنا اه غيبان ومعاك جميع الاعلانات اللي درتيهم على سبيل المثال ساري يعني خدام هذا الاعلان او منتهي اه منتهية الصلاحية الاعلان. ما بقىش خدام او تنتهي صلاحيتها قريبا الاعلان يعني قرر بساري. وغير مفاعل يعني ما خدامش. اذا ندخلو على اعلان. اذا ندخلو حاليا اه غنجيو نديرو اعلان على هاد اه الموقع. اذا مباشرة هنكليكيو على هاد ثلاثة الشريطات. وغنجيو اه كيف ما كنتشوفو هنا يرفوق. كيف ما كنتشوفو هنا يرفوق. غنكليكيو على انشاء اعلان. اذا هنا غنكليكيو على اه سماح. وغنكليكيو كذلك على سماح. اذا هنا اه غيبان ومعناك اشكال او انواع المعاملات. عدنا هناك هناك النوع للمعاملات. وتذكر دائما اي حاجة اللي قدام نجمع. اي حاجة قدام نجمع. رضاروري منها. اذا عدنا هناك اه شنين المعاملات? عقارات للبيع او عقارات للاجار او كراء موسمي. وعدنا هناك نوع العقار يعني شوقاق او منازيل او فيلال او اي حاجة يعني او اراضي او مزارع او او اي حاجة اخرى. بالنسبة للعقارات اللي هذا على منزيل على سبيل المثال باغي نبيعه. منزيل للوحد الشخص دياله وارته او دياله اه باغي يبيعه. اذا هن غنجيو نختارو اه هاد المنزيل او هنكري كيواليف هاد البلاصة هادي. يعني ما نازيل. وهنا غدي تختار يعني شنا واش بغيتي هاد المنزيل واش بغي تبيعيه او اه بغي تديليه الايجار او بغي تكريه. لسه بالمثال حنا بغينا اه نبيع هاد المنزيل. وكذلك هنا في حالة ما يلا اختاري شي حاجة اخرى را اي حاجة هناك كتبدل. يعني لسه بالمثال كيف ما كتشوفو اي حاجة اختارينا هناك كتبدل. اذا مباشرة نرجعو للعقارات ونختارو اه منازل. مهم دابا حاليا غدا نقرب لكم غير الصورة. را المسائل اللي غدا نعملوها من هنا القدام تختلف نوعا ما على حسب العقار هنا. اذا مهم غدا نقرب لكم فقط غير الصورة. اذا مباشرة نقريكها للتالي. هنا غدا نعطيه اثناء استخدام التطبيق غدا نعطيه للموقع دينا احنا حاليا في المتواجدين. اذا نجاب لنا الموقع دينا هنا مباشرة انا دابا حاليا هنا اه غالس. اذا اه غدا نقريكي على التالي. اذا عدنا هنا اه خصائص العقار. المساحة دل هاد الدار او هاد المنزيل اش حال فيها? على سبيل المثال فيها تمانين متر مربع كما كتشوفو هنالي تمانين متر. يعني السعر شحال بغي تبيع هاد المنزيل? على سبيل المثال اه بغينا نبيع هاد المنزيل بثلاثين مليون. اذا اذا كتبتي العدد هناك في هاد البلاسة. هنا غد كليكي على هاد الخيار هناك غيطلع اه غيبان معك هناك هاد الهاد التامن واش بغيتيه بالدرهم? غيبان الشخص اللي بغي يشريه واش غيبان ليه بالدرهم? او باليورو? او بالدولار. تغد تختار الشيء المناسب لك. اذا على سبيل المثال احنا غدين نختارو غير بي نختارو نخليو غير بي اه بالدرهم. هنزيدو نديرو تلاتين الف درهم. انا ما كن فهمش اش دل 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 درهم. المهم الحالة دي لهاد المنزيل واش جديد او اه لتجديد انه خاصو يتصلح هاد المنزيل خاصو يتصلح او في حالة جيدة. على سبيل المثال هاد المنزيل في حالة جيدة. هنكليكيو على هاد حالة جيدة. هنكليكو مباشرة الله لهاد الخيار بشبال معنا الشي كامل. اذا على سبيل المثال هاد المنزيل هاد المنزيل اشحال فيه من غرفة? يعني يعني العدد دل غرف. على سبيل المثال هناك بعض الاشخاص اه هاد المنزيل عنده طوابق. يعني الطابق الاول وطابق الثاني. او كان منزيل فقط غير السفلي يعني تحدد يعني العدد الغرف فقط غير في المنزيل السفلي أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الطوابق غادي تجمع هذا الشيء كامل يعني عندك في قدر المثال جوج تحت وجوج تفوق تكتب ربعة ولكن كان عندك طابق ثالث وفيه بيت واحد إذن غدير جوج في جوج في واحد هي خمسة إذا لسه بالمثال هذا المنزيل بغن نبيعه يتكون من ثلاث طوابق في جوج تحت وثلاثة الفوق وواحد الفوق هي السا إذن غنكيكو إلى تبلاسة نديرها السا وهنا كذلك نديره السا وتأكدوا دائما من هاد هنا الحمامات يعني عزكم الله المراحيد كذلك تختار شحد المراحيد الفوق والتحت وكذلك يعني الطابق الثالث على سبيل المثال يكون واحد تحت وواحد فوق وواحد في الطابق الثالث يعني ثلاثة الحمامات إذن غنكيكو إلى التالي أما بالنسبة للشوقاق أنا ما غتباش معاكم ربما ما قدر ما غتباش معاكم الواجهات غنكي معاكم شي زيادة هنا أخرى إذن غنكيكو إلى التالي هنا كيقول لنا خذك ترفع تصاور ديال هاد المنزل اللي بغيت بيعي ويمكن ليك تلوح تقريباً لحسل ثلاثين صورة إذن كليكو إلى إضافة إذن هنا غيبين معنا جوج الأنواع هنا عدنا رواق يعني ديجا مصور هاد المنزل يعني مصوري وبغيتي تجبت تصاور ليالك من تليفون باش تلوحهم في الموقع أو بغيتي بقى أنت أصلا بقى ما مصورش هاد المنزل كليك ديريكس مباشرة تكليك هاد الكاميرا من هاد الوصول وغادي تصور المنزل حاليا إذن أنا على سبيل المثال أنا ديجا مصور واحد الصور نكليكو على رواق وهنا غيبينوا معي جميع التصاور المتواجدين عندي في الهاتف للإشارة هاد المنزل فقط رهات الإشارة جيشون مغير من جوجل باش نطبق عليهم الشرح إذن نكليكي على الصور الأولى والثانية والثالثة على هاد الشكل هادا وإذن مباشرة كيف ما تشوفوهن الفوق كتبال لنا واحد على مدى الصح نكليكيو عليها وتحاولوا مزيان تكليكيو على هاد الباصة هادي باش تجيبوها في هاد العلامة أنا أظن أن تطريقها صوحة شوية تطوال إذن هنا غادي تختار واحد صورة اللي غا تكون واجهة أو صورة رئيسية الخاصة بالإعلان ديالك على هاد الموقع إذن لسا بالمثال كيف ما كتشوفوهن هنا واحد للقلب هاد هي الصورة الرئيسية لسا بالمثال معجبات شكش هات الصورات يمكنك تأشير علي هاد الصورة بتدير عليها تكليكي عليها على تشكيل هذا وأصبحت هي الواجهة ويمكنك تزيد يعني حتى صور أخرين إذن نكتفهو فقط غير به هاد ثلاثة صور باش نشرحو ويمكنكو الشرح طويل نكتفهو للتاري إذن هنا نتسلناه بمما تحمل أو ترفعو هاد الصور إذن عندنا هنا الخصائص دل هاد المنزيل إذن هنكتفهو على هاد البلاسة قديم هاد المنزيل اللي انت بغيت بيعيه واش يعني أقل من سالة يعني واش يالله البني جديد أو هاد المنزيل هاد البناء دياله تم ما بين سنة إلى خمس سنوات يعني ما فيتش خمسة سنين أو من خمسة سنوات لعشرة سنين لسا بالمثال نحنا غد نختاره فقط غير ما بين خمسة حتى لعشرة سنوات يعني هاد المنزيل مقدم مش بزاف على شكل هذا وهنا غد اختار النوع الأرضية تكريك عليها واش يعني السفلي أو الأرضية ديال هاد المنزيل للتحت في الطابق السفلي أو في طابق الثاني أو في الطابق الثالث كيف يدير النوع الأرضي ديال واش فيه واش فيه الخشوب أو فيه الرخام أو البالاط أو مواد أخرى اذا تختارت الشيء مناسب لك أنا غد نختار مواد أخرى وهنا غد تختار اتجاه ديال هاد المنزيل واش هاد الباب أو هاد الشراجم يعني بالخصوص الباب ديال هاد المنزيل وفيه كيشوف واش كيشوف في القبلاء كيشوف في الشمال كيشوف في الجنوب لأسه بالمثال احنا غد نختارو هاد المنزيل أنه كيشوف في الجنوب على هاد الشكل وهنا يمكنك تضيف بعض الخصائص واش هاد المنزيل واش فيه حديقة واش فيه فيه ششورفة على هاد الشكل كيف ما كتشوفو واش فيه مرآب في هادك البلاس اللي كيدخلوها كيدخلو في هاد طنوبيلات واش فيه مسعد السنسور واش قريب البحار واش كيباك يعني واش كيباك 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 من خلاله تشوف البحار او مكلك كذلك من خلاله تشوف الجبال واش قريب لي الى بيسين او فيه كونسيرج او فيه غرف للتخزين او مثلوش هاد الدار كليك يبغي بيع الدار دياله بالاتات دياله بكل شي لها يعني تختار ته الشيء اللي اللي يعجبك على الساب المثال احنا غد نختارو فقط غير مطلال جيبال للشكل هاد التلونات هنا عدنا الداخل اللي يالها الصالون او مغريبي او صالون اوروبي لساب المثال حنا صالون مغريبي واش فيه دكشي دل تبصيل لانطيرات فين عمسيدي واش فيه مدفاقة يعني ما فيش واش فيه لاكليم مكيف واش فيه الكاميرات واش فيه الزجاج مزدواج كلي بعد المنازل ما كيكونش فيهم او الشراجم اذا لساب المثال نختارو الشراجم واش فيه باب مصفحة مفهم يعني وقال هاد الباب وقال اللي فيه دك الصونت لانتيرفون على ما اظن حيث بلي الشعار دياله هنا ساب المثال فيه هنا خيارات اضافية ومطبخ فيه نعم فيه مطبخ يعني يمكنك تحط اللاجا يمكنك تحط الفرن كذلك يتسع لآلة الغسيل وفيه اما انا حاليا ما ما فهمش هذه المعلومات يمكنك ضيفهم ولكن الشخص من يتصل بك انت تفاهم مباشرة نجد إلى التالي اذا هنا سنغيب معنا الخيار الاول العنوان لها المنزيل ستكتب العنوان على سبيل المثال درب يعني درب الهودا على سبيل المثال او اقامة او شب لها درب الهودا هنا ستدير وصف لهذا المنزيل لانتاق باغي اتباعي السلام عليكم السلام عليكم هذا المنزيل نرخص نطلع لشوية الفوق هذا المنزيل يعني ستدير واحد المعلومات بالمثال بثلاث طوابق وتكليكي يعني ستدير الطابق الاول فيه جوج غراف طابق ثاني فيه كذا طابق ثالث فيه كذا مشمش في الجاج يعني تحاول ما تطوط بزيف غير المعلومات المهمة ونقيت من التصل بك الشخص هذا الساعة يمكنك التحدث معه وتشرح له جميع التفاصيل المهم ضروري هذا الوصف وصف غير وصف قصير ونقيت بلاد البلاسة هنا استخدم مرجعا واحد للإعلان هنا ما يمكنك انشاء ليه هذي النجمة هنا الهاتف ضروري غندير هاد الرقم الهاتفي ومباشرة غنكليك على انشور ويمكن لك تدير واحد هاتف آخر اذا غنكليك مباشرة على انشور اذا في طور التحميل اذا لقد تم نشر هاد إعلان شكل النجاح هنكليك على هذي اذا عدنا هنا بعض الخيارات اللي يمكن لك تخلص اللي بحش كده الضغط يكون واحد الإعلان غيكون ممول يبان في القائمة الأولى يمكن لك يعني كل الباقة هنا والثمان ديالها كنتم تشوفون أسبوع 189 درهم جوج أسابيع 189 درهم 5000 ريال يعني كل الباقة هنا يعني والثمان ديالها هنا فقط غنخلي وغير مجاني هنا هنجل لكم مباشرة على هاد العلامة وهنا راتم حفظ المعلومات بشكل ناجح إذن إن شاء الله كيفما قطليكم غدا نخليكم حد قائمة تشغيل خاصة بهاد الموقع من هنا قدام غدا نعمل شروحات كيفاش تدير تعديل على الإعلان ديالك في حالة ما ELNCT كيفاش تدير رقم الهاتف في ديالك في حالة ما ELNCT كيفاش تدير تعدل المعلومات في حالة ما ELNCT غلطت بزاف للحويش في حالة ما غنديروا واحد الفيديو في حالة ما إلا بعت هاد الشقة ديالك بعت ها وبعت تتمسح ها يعني غدا تكون إن شاء الله وحد شروحات أخرى قادمة لهذا غتلقاوا أسفل من هاد الفيديو قائمة تشغيل وما تنسوش الاشتراك في القناة طولت عليكم بزاف تحية لكم والسلام عليكم